في نسخته الأولى احتضنت رأس الخيمة وعلى مدى خمسة أيام فعاليات مهرجان زوايا للإبداع الثقافي الذي جاء لإبراز مكانة الإمارة وجهة سياحية وإثراء للساحة الثقافية المهرجان الذي نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز رأس الخيمة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة والشباب يمهد لفعاليات ثقافية وإبداعية وشبابية قادمة هذا المهرجان مهرجان ثقافي بحث واليوم نحن من خلال رعايتنا ودعمنا وقد يكون شراكتنا اليوم هدفنا اليوم لم كافة المثقفين كلنا على حسب ريشته أو قلمه في مكان واحد الهدف من اليوم أكيد اليوم هدف مجتمعي بحث اليوم نعرف المجتمع على ثقافتنا الأصيلة حبينا نركز فيه على إظهار الصناعات الإبداعية الموجودة في إمارة رأس الخيمة من خلال المعارض اللي ركزنا فيها أن نبين الحرف التراثية ونبين فيها الصناعات الأدبية والصناعات اللي تختص بالتصميم المسرح كل المجالات اللي تختص بالصناعات الإبداعية الثقافية وبشعار مكان واحد يجمع الجميع استقطب المهرجان زوره من أعمار وجنسيات متعددة متضمنا أعمالا فنية وفنونا تشكيلية وعروضا فنية موسيقية وأخرى مسرحية فضلا عن برامج موجهة للأطفال ولأن الإبداع والثقافة ليس بمعزل عن الاستدامة والطبيعة شكلت تلك المفاهيم جانبا من الأعمال الفنية للمهرجان المهرجان يحمل عدة رسائل وحدة من رسائله هي الاستدامة بنينا ديكور المهرجان كامل من المواد المؤاد تدويرها بأيدي شباب 100% من المهرجان من ديكور مؤاد تدويرها بأيدي شباب إماراتين وأيضا فترة المهرجان هذه يوميا تدار النفايات بطريقة سليمة وبعد المهرجان راح يفكك وتدار أيضا النفايات جمعنا بين الفن والإبداع مع عادة التدوير لنقل صورة يديدة لتكرار الاستخدام المنتهي فعالية تعزز مكانة القطاع الثقافي والشبابي ضمن شراكات مؤسسية ومجتمعية تؤكد دور المجتمع المدني في الحراك الثقافي والفني مهرجان جاء عبر مشاركة مجتمعية معززا عبر فعاليته المتنوعة من حضور الثقافة والفنون ومستثمرا الطاقات الشابة في نتاجات فنية وصناعات إبداعية لمركز أخبار قنوات أبوظبي أحمد الطنيجي رأس الخيمة